تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن ذكرت مصادر أمنية الثلاثة أن هناك استعدادات وتحركات عسكرية تجري على قدم وساق في محافظة الأنبار لاستعادة ما تبقى من مدن المحافظة من احتلال داعش ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تلك المصادر قولها إن الاستعدادات العسكرية لاستعادة ما تبقى من مدن الأنبار جارية ومتواصلة منذ أيام حيث تحركت الفرقة أربعة عشر من الجيش العراقي بكامل عدتها باتجاه مدينة الرطبة غرب المحافظة أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتلى سبعمائة واثنين وسبعين مدنيا جراء القصف والاشتباكات في شهر آب أغسطس الماضي في سوريا وقالت الشبكة في تقريرها الشهري إن قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكبرى عن الخسائر في صحوف المدنيين قلال الشهر الماضي أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونج يانج من الإقدام على أي استفزاز في البحر بعد يومين على إجراء التجربة النووية السادسة لبيونج يانج وقال قائد المجموعة الحربية البحرية الثالثة عشر في بيان الله إنه في حال قيام بيونج يانج باستفزاز فوق سطح الماء أو تحت الماء فستقوم قواته بالرد فورا لدفنهم في البحر على حد تعبيره قالت منظمة حقوقية في ميانمار إن الإطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية حيث أدت أعمال العنف في الأوينة الأخيرة إلى فرار قرابة 90 ألف مسلم من الروهينجا ويقول التقرير إن كثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة المسلمين في بعض المناطق أعلنت منظمة العفو الدولية أمنيستي أن هجمات جماعة بوكوحرام الإرهابية النيجيرية أوقعت في الأشهر الخمسة الماضية نحو أربعمائة قتيل أي أكثر من ضعف حصيلة الأشهر الخمسة التي مضت ولفتت المنظمة إلى أن العدد الفعلي للضحايا هو أكبر على الأرجح حيث أنه لم يتم تسجيل كل الهجمات الإرهابية للجماعة يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الياباني على أرضية ملعب الجوهر المشعة في مدينة جدة الثلاثاء بطموح تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا فبعد أن خسر في الإمارات من الإمارات في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد يسعى الأخضر السعودي للاستفاق من كبوته بتحقيق فوز على المنتخب الياباني نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة